ترجمة نانسي قنقر رايتها السلام والديمقراطية هو الاتحاد الدولي للبرلمانات الوطنية الذي انشأ عام 1889 لتكون رسالته السامية الدفاع عن حقوق الإنسان فقد لعب دور المركز المحوري للحوار البرلماني على مستوى العالم تحت منهجية واحدة وهي عالم تعمل فيه البرلمانات والبرلمانيون لتحقيق الديمقراطية للجميع وبطريقة شاملة وجماعية يعتبر الاتحاد البرلماني الدولي هيئة فريدة من نوعها تتشكل من برلمانات عدة لدول من كافة أنحاء العالم ويتكون من 178 عضوا وتجاوزت مشاركة المرأة فيه ما نسبته 26% في حين يشكل الشباب أكثر من 29% ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني كما يعمل على تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان والمشاركة في صنع السياسات ويدعم النساء الأعضاء في البرلمانات الاتحاد البرلماني الدولي هو قلب الديمقراطية في العالم لأنها تمثل أصوات الشعوب من خلال تفانيها بالعمل بشكل وثيق مع البرلمانات الدولية لتكون أكثر فعالية وابتكارا في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ولعل من أبرز هذه الخطط هي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجيات تتعلق بقضايا المناخ والأمن السبراني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر